وينضم إلينا للتعليق من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي سيد جورج النائب الأمين العام لحزب الله في كلمة له قبل قليل يقول إن للحزب الحق في استهداف كل إسرائيل كما استهدفت إسرائيل كل لبنان تصريح يأتي ضمن تصريحات أخرى جاءت في كلمته كيف قرأت أهم ما جاء في هذه الكلمة تحية لك وللمشاهدين في الحقيقة كلمة نائب الأمين العام هي مرة جديدة صدى للجو الإيراني ولمواقف إيران لأنها أصرت على ربط مصير لبنان بمصير غزة صحيح أن لفلسطين الحق بالمقاومة ولكن غير الصحيح أن يقرر الشيخ قاسم أن لبنان مرتبط بذلك هذا أمر لا يعود له يعود للدولة اللبنانية لمجلس النواب اللبناني ما زال حزب الله يحاول أن يتفرد بمصير لبنان وبقرار لبنان جميع اللبنانيين خلف الخضية الفلسطينية ومع حق المقاومة الفلسطينية ولكن في المقابل ليسوا مع فتح الجبهة كما أخذ القرار الشيخ قاسم والمعصف أن هذه الجبهة التي فتحت وأن حارب غزة التي فتحت لطبيض السجون انتهت اليوم مع الشيخ قاسم بأن المعادلة هي وقف إطلاق النار فيعود سكان شمال إسرائيل إلى مستعمراتهم يعني هل كل هذه الفاتورة الدموية وتهديم لبنان وعلاف القتلى ومتعرضه وحزب الله لنعود إلى هذه المعادلة هذا أمر بالفعل غريب لم يأتي على ذكر مسألة تبيض السجون ما يتعلق بغزة فقط أتى على مسألة وقف إطلاق النار نعم طيب التصريحات سيدنا جيب ميقاتي أيضا اليوم الذي يتحدث عن اتخاذ الإجراءات التي تحول دون أن تقوم إسرائيل باستهداف مطار رفيق الحريري بالتحديد بالتزامن مع تحذيرات للسفارة الأمريكية في بيروت لرعاياها بضرورة المغادرة قائلة أن المطار لن يبقى طوال الوقت عاملا كيف تقرأ هذين التصريحين أولا بما يتعلق بموقف الرئيس نجيب ميقاتي ومسألة المطار لقد اتخذ القرار منذ بدعة أيام وأصبح الجيش اللبناني هو الذي يضقق بكل ما يأتي عبر المطار بيروت أو يخرج منه وهذه خطوة نوعية لأنه في السابق بكل أسف كان المطار يشهد حالا من الفوضى اليوم بعد هذا الخطر اتخذ القرار الحكيم بتسليم الجيش اللبناني هذه المسؤولية كما أننا شهدنا منذ أسابيع أو منذ بضعة أيام وزير النقل اللبناني يطلب من طائرة إيرانية أن تغادر ولا تحط في بيروت لأن إسرائيل هددت بذلك إذن الجهود الرسمية اللبنانية تنصب على ترك المطار خارج أي استهداف لأنه هو بوابة لبنان اليوم على العالم خصوصا أن في لبنان ليعلم مشاهد العربي هناك مطار واحد هو مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت وكانت هناك محاولات عدة لفتح مطارات هي كانت قائمة كمطار لقيعات في الشمال وغيره إلا أنها كانت تصد بالسياسة من قبل فريق حزب الله مما جعل اليوم لبنان أسير مطار واحد أما بما يتعلق بالتحذيرات الأمريكية فهي تندرج دمن حال التصعيد التي نشهدها خصوصا في الأيام الأخيرة حول نوعية عمليات حزب الله التي تطورت والتي هي الأرجح مرتبطة بالتوجه الإيراني الذي يحاول أن يوجه رسائل إلى إسرائيل بأنه في حال تعرض لأي ضربة فهو بإمكانه أن يطور عمل جبهة الجنوب نعم حين أتحدث ميقاتي عن أنه حصل على تطمينات أمريكية أو ضمانات لخفض التصعيد الإسرائيلي في بيروت وضاحيتها الجنوبية يعني ما حقيقة ذلك وإلى أي مدى يمكن الركون إلى التطمينات الأمريكية الترجمة على الأرض أنه منذ يوم الخميس لم تتعرض الضاحية وبيروت لأي غارة إلا أن الركون حكما لا يمكن الركون في السابق كان هناك تطمينات بأن لا تضرب الضاحية فكان اغتيال القيادي فؤاد شكر في قلب الضاحية وكرت صبحة الاغتيالات والضربات لذا لا يمكن الركون على التطمينات الأمريكية لأن نتنياهو في الأساس لا يلتزم بأي وعود يطلقها للأمريكيين علينا أن نركون إلى القرارات الدولية إلى 17-01 إلى 15-50 وإلى 16-80 من أجل محاولة إنقاذ لبنان ولكن للأسف في كل كلمته اليوم السيد الشيخ نعيم قاسم لم يأتي على ذكر هذه القرارات بل استخفى فيها في حين أن كل لبنان من الرئيس نبيه بره إلى الرئيس نجيب مقاتي إلى المعارضة من الدكتور سيمير جعجع إلى حزب الكتائب إلى وليد جون بلات جميعهم يدعون إلى تطبيق القرار 16-80 جميع الأفريقاء من التيار وطني الحر ورئيسه النائب جبران بسيل إلى الاشتراكي إلى القوات إلى المعارضة إلى الكتائب يطالبون بفاصل مصير لبنان عن مصير غزة إلا نائب الأمين العام وحزب الله يصرون خلافا لشبه الإجماع اللبناني على ربط مصير لبنان بمصير غزة طيب افتراضا ماذا لو وفق الحزب على تنفيذ القرار 1701 ولم تأبه إسرائيل بهذه الموافقة واستمرت لسيما وأن الحديث الآن عن أن إسرائيل تحاول كسب الأراضي في الجنوب اللبناني قبل الجلوس وتوقيع وغفة إطلاق النور هناك تجربة عاشها لبنان في حرب الـ 2006 استطاع المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل وهي صارت بالقرار 1701 أقله علينا أن نعطي مادة بيد المجتمع الدولي كي يضغط على إسرائيل ولكن أن لا نقدم أي ورقة للمجتمع الدولي ليستطيع أن يضغط فيها ويفاوت فيها فهذا تقصير فاضح ما البديل؟ لا بديل أمام لبنان نحن أمام خيارين إما الاستمرار بهذه الحرب المقلفة جدا التي لا أفق لها سوى طلب تواصل إلى وقف إطلاق النار كما أعلن الشيخ نعيم قاسم وإما الإسراء بالمسارات السياسية والديبلوماسية ومدخلها هو القرار 1701 نعم يعني الموقف الإيراني لا سيما أيضا في الحديث عن أن إسرائيل في حوار بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو قال أن الضربة لن تكون على منشآت نووية إيرانية ولكن على منشآت عسكرية وبعدها قال نتنياهو أن الضربة ستحددها المصلحة القومية فقط لإسرائيل فكيف تنظر إلى طبيعة هذه الضربة وإلى طبيعة الرد الإيراني الذي يتوقع أن يكون عليها؟ لا يمكنني التكاهن بخطوات إسرائيل ونتنياهو لأننا في هذه الحرب شهدنا أمور غير مسبوقة كتفجير البيتجرز في لبنان شهدنا اغتيال سيد حسن نصر الله اغتيال إسماعيل هني في قلب طهران لذا لا يمكنني التكاهن بما ستكون عليه الضربات الإسرائيلية لإيران أما الردود الإيرانية فملامحها حتى هذه اللحظة غير مشجعة إن كانت كالردود السابقة عبر إطلاق الصواريخ لم تسقط أي ضحايا ولم تحقق ضربات موجعة فتكون ردود رفعتها أما إن كانت الضربة كبيرة لإيران بحد أنه أصبح ظهرها للخائط ولا مفر قد ندخل بمرحلة مفتوحة بمواجهة مفتوحة ويكون هنا نتنياهو حقق ما أراده منذ اللحظة الأولى حين أعلن مرارا وآخرها من واشنطن خلال زيارته الأخيرة أن رأس الهرم الذي هو يدير كل لعبة وهو من يقف خلف السابع من أكتوبر وخلف كل الجبهات هو إيران وأن مشكلته الأساسية والخطر الأساسية تعطى من إيران التي هي تحرك أذرعها وتقاتل عبر أذرعها برأيك في هذه المرحلة أوراق التفاوض الموجودة لدى الطرفين وأيضا الموجودة لدى الأطراف الضاغطة في المقابل نتنياهو يملك اليوم ورقة القوة العسكرية لأنه حقق ضربات جد موجعة أكان في غزة أكان بواقع حماس اليوم التي أضحط بوضعية لا تحصد عليها أبدا أو أكان بما يتعلق بحزب الله والضربات الكبيرة التي حققها مع الإشارة إلى أن الحديث عن مسألة اليوم المواجهات الميدانية هذه لا ترقى إلى مستوى التفوق الذي حققه بسلاح الجو بالتكنولوجيا وبالخروقات البشرية والتي كبد حزب الله ومن خلفه لبنان خسائر جمة أما بما يتعلق بإيران لديها أوراق كثيرة مازالة بإمكانها أن تلعبها إن شعرت أن نظامها بخطر فهي قد تلعب أوراق أذرعها وتتخلى عن أذرعها لأن هذه الأذرع وجدت أولا وأخيرا لخدمة هذا النظام أما فيما يتعلق بلبنان لبنان بكل أسف ليس لديه أوراق إنما اللاعب الذي فتح الحرب في لبنان وعنيت به حزب الله بإمكانه أن يلعب ورقة واحدة لإنقاذ لبنان هو أن يسلم أمر لبنان للدولة اللبنانية والجيش اللبناني هذه الورقة هي قد تكون ورقة النجاة لأن بحكم الأمر الواقع على الأرض حتى هذه اللحظة بكل أسف هناك عدم تكافؤ في فرص اليوم الشيخ نعيم قاسم يتحدث عن أن هناك مليوني إسرائيلي ينزلون إلى الملاجع وصفرات الإنذار تطلق ولكن هل لا يدري الشيخ نعيم أنه في لبنان هناك أيضا ملايين ليس لديها أي ملجأ لا صفارة أنزار في لبنان الشعب اللبناني لا ملاجع لديه هناك مليون ومائتي ألف نازح بعضهم ما زال يفترش العراء علينا أن نكون وقعيين وأن نقرأ النتائج ليس بتمانياتنا وعاطفنا وإيديولوجياتنا بل نقرأ النتائج على وقع وجع الشعب اللبناني وعلى وقع الكوارث التي يعيشها اليوم ترجمة نانسي قنقر